بعيد عن هذه المواجهة ولكن ما زلنا مع النادي الاهلي كلام كتير قوي عن عرض قطري منذ أيام يعني عرض قطري الحمدي فتحي عرض قطري الحمدي فتحي مكنش يتقال مين هو النادي اللي عايز حمدي فتحي هو النادي في قطر مين مكنش لسه عارفين عرفنا النهاردة أن النادي الوقرة القطري هو من طلب بالفعل استعارة حمدي فتحي لمدة موسم واحد بعدما وجده صعوبة في التعاقد مع اللاعب بصورة نهاية بسبب تمسك مارسل كولر به حتى هذه اللحظة فكرة بقى رحيل اللاعب سواء عارة أو بيع ده لسه لم يحسن فيه النادي الاهلي ولم يوافق عليه النادي الاهلي ولم يناقشه النادي الاهلي في هذه الفترة المهمة في مشوار النادي الاهلي في هذا الموسم سواء على مستوى الأفريقية أو على المستوى المحلي ولكن نادي الوقرة هو من أبدأ اهتماماً بحمدي فتحي على سبيل الاعارة لمدة عام بعدما تفهم فكرة انه الاهلي يرفض تماماً فكرة بيع اللاعب في الوقت الحالي طيب